موسيقى الرئيس السيسي يتقدم بتهنئ لشعب المصري والأمم الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجنيد خمسة قتلى على الأقل في قصف صاروخي روسي على مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا وفي أخبار الاقتصاد روسيا تؤكد التزامها والسعودية بأهداف اتفاق أوبيك بلس للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية اهلا بحضراتكم ومرحبا ثانية ظهرا في القهرة كل عام وأنتم بخير تقدم الرئيس عبدالفتح السيسي بالتهنئ إلى شعب والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد دعيا للمولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع جاء ذلك خلال تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي جاء ذلك خلال تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أدل الرئيس عبدالفتح السيسي برقيات تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد وأعرب رئيس السيسي في برقيات إلى أشقاء قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص التهاني وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة دعين الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار تتحقق فيه الآمال والطموحات نحو مستقبل يسوده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية كما بعث الرئيس السيسي برقيات تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج بمناسبة العام الهجري الجديد هذا وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1443 للهجرة وأن غدا السبت هو أول وأيام شهر المحرم لعام 1444 هجريا وكان دار الإفتاء قد استطلعت هلال شهر المحرم لعام 1444 وذلك بعد غروب شمس أمس الموافق 29 من ذي الحجة وتحقق لدى دار الإفتاء عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1444 بالأمس كل عام وأنتم بخير احتفلت توزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1444 وذلك بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وقد حضر الاحتفال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ودكتور شوق علام مفتي الجمهورية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وخلال كلمته استعرض وزير الأوقاف الهجرة النبوية الشريفة ودع المسلمين للاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة في غرس قيم الانتماء والوفاء للوطن ونشر روح التسامح والوئام وقيم العدل والسلام وبمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح وتأهيل وأضحت الوزارة أنه تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الأربعاء الموافق الحادي وثلاثين من أغسطس على أن لا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن زيارات المقررة للنزلاء يأتي ذلك في إطار حرس وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبة أهلا بكم مجددا استشهد فتا فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رامالة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين من نبلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت عدد من منازل الفلسطينيين في قرية المنية شرق بيت الأحمى ومخيم الدهيشة وأخضعت سكانها للتحقيق كان مستوطنون إسرائيليون قد اقتحموا مساء أمس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وقال شهود عيان أن المستوطنين نفذوا جوالات استفزازية داخل باحات المسجد وأدوا صلوات تلمودية ذكرت رئاسة الفرنسية في بيان لها أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانيو المكران يريدان تكثيف التعاون من أجل تخفيف أثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوروبا والشرق الأوسط والعالم جاء ذلك غدت استقبال الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي بقصر الإليزي حيث أكد مكران أهمية استمرار تنسيق الذي بدأ مع السعودية في إطار تنويع مصادر الطاقة بالدول الأوروبية وذلك وفقا لما ذكره البيان لقي خمسة أشخاص على الأقل مصراح مصيبة سبعة آخرون في قصف صاروخي روسي على ميكل آيف جنوب أوكرانيا وأوضح مسؤول محلي أوكرانيا أن القصف الروسي وقع بالقرب من محطة للنقل العام في المدينة من جهة أخرى تهمت روسيا أوكرانيا بقصف السجن في دونسيك شرق البلاد الذي تسيطر عليه موسكو ما تسبب في مقتل أربعين من أسر الحرب الأوكران فضلا عن إصابة عشرات آخرين وقالت وزارة الدفاع الروسي أن كييف تقوم باستفزاز دموي لمنع قوتها من إلقاء السلاح والاستسلام وذلك وفقا لقوتها من جهته اتهم وزير الخارجي الأوكراني موسكو بالمسؤولية عن قصف السجن مشددا على أن روسيا ارتكبت جريمة حرب مرعبة وذلك على حد قوله في خركاب شمال شرق أوكرانيا فاد مسؤول محلي بوقوع قصف صاروخي روسي على منطقة سكنية دون أن يسفر عن سقوط ضحايا وأشار إلى أن صاروخين ضرب مدينة خركاب وأصاب منزلا مؤلفا من طبقين بينهم بينما ضرب الآخر إحدى المدارس هذا وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن روسيا أخفقت في جوانب عديدة في عملياتها العسكرية بأوكرانيا وأن الرئيس الروسي بلاديمير كوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتابعة مرة أخرى جيروسيسر جير لافروف أن موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين لمناقشة عدة موضوعات على رأسها تبادل السجناء المحتجزين لدى البلدين وأكد لافروف أن تصريحات الأمريكية لا تتطابق دائما مع الأفعال مشددا على ضرورة الاستماع إلى مقترحات وزير الخارجية الأمريكية منوها إلى أن بلاده تبحث عن الحلول والقرارات التي تضمن لها الأمن وأشار لافروف إلى أن منظمة تشينغهاي للتعاون تقف في وجه محاولات تأسيس عالم أحادي القطب وإن قادة دول المنظمة اتفقوا على خطط للتبادل التجاري بالعملات المحلية كما أكد أيضا الاتفاق مع دول إفريقية على الاعتماد العملات المحلية للتبادل التجاري المشترك تفقد الرئيس الأوكراني فلادمر زلانسكي أحد المرافي جنوب أوكرانيا للإطلاع على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها في عقاب التفاق مع روسيا برعاية أممية وتركية ونقل بيان للرئاسة عن زلانسكي قوله أن أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلع الحرب كانت سفينة تركية وظهر زلانسكي في تسجيلات مصورة من مرفأي تشونو مارسك ونشرتها رئاسة أمام سفينة تدعى بولارنت أعلنت السلطات الصحية في الفلبين رصد أول حالة إصابة بجدر القردة وهي لمواطن عادة من الخارج في وقت سابق من الشهر وأوضحت وزارة الصحة أن المصاب البالغ من العمر 31 عاما تعافى من الفيروس لكنه يقضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاث من أسرته للحجر الصحي وأضفت أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالة أصابة بجدر القردة هذا ورصدت سبعين دولة لا يتعطن بها الفيروس بؤرا مع تجاوز الإصابات المؤكدة نحو 20 ألف وثلاثمائة وإعلان منظمة الصحة العالمية التفشي لحالة طوارئ صحية عالمية في الفلبين كذلك نقلت سلطات وإمدادات جون إلى مناطق قطعت خطوط لتصل فيها منذ أن ضرب زلزال قوي جزيرة لزون الرئيسة هذا الأسبوع وإعلان الجيش الفلبيني أنه نشر أفرادا وطائرات إليكوبتر لتوزيع مواد الغاثة على سبع بلدات معزولة في إقليم أبرى حيث يزال السكان يخيمون في الحدائق والأماكن المفتوحة في بعض المناطق وذلك منذ وقوع الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات وواحد من عشر من الدرجة يوم الأربعاء الماضي وأصفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من مئتين وسبعين كما دمر نحو ألف وستمائة منزل قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده على استعداد لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة وخلال كالبة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية حذر كيم من أن كوريا الجنوبية تدفع بالأمور نحو شفا حرب مع تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن من جهتها اختبرت بيونج جونغ خلال الشهور الماضية الصواريخ فرط صوتية وصواريخ قالت إنها قادرة على حمل أسلحة نووية تيكتيكية محليا ثمن محافظ القهرة خالد عبد العالى تعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لتنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطن والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين جاء ذلك خلال افتتاح سوق طلخاء الرسمي وأعمال تطوير مدينة النور كذلك تطوير وتوسعة كبري مشات عبود بحي الزاوية الحمراء بعد تطويرهم بتكلفة قاربت 34 مليون جنيه حيث أكد المحافظ أن هذه المشروعات ستسهم في الارتقاء الحضاري بالمحيط العمراني بها وتأتي استكمالا لجهود الدولة في إيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية كذلك توفير بيئة حضارية أكد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات تأكدات وزير الدفاع جاءت خلال لقائها عددا من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي وظائف قيادية بالقوات المسلحة التابع التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع رئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناولوا أهم التحديات التي تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها بما يصهم في تنفيذ أداء القوات المسلحة لأدوارها ومهامها على أكمل وجه وألقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته مشيرا إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات وأن القوات المسلحة بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم كما أدار حوارا مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا وطلبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها في مقدمتها غش السلع الغذائية وبيع سلع المنتهية الصلاحية وحجب السلع عن التداول في الأسواق هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نستعرضها هنا استمرارا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم لسيام الجرائم التموينية بشتى صورها فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25 طن من حطعام مجهولة المصدر قام مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول كما نجحت في ضبط قرابة 45 طن مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة تم حجب هذه الكمية عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 85 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر وضقيقة داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة مسؤول عن مطحن بدون ترخيص لتحن الأقماح بالجيزة وضبطت الإدارة قرابة 3 أطنان أقماح محلية محظور تداولها لاستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية واستمرارا لجهود الإدارة في مواجهة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت من ضبط قرابة 99 طن مصنعات لحم ودواج غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها بالأكسر والقاهرة والبحيرة والقليوبية والمنوفية وضبط 80 طن فول غير صالح للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة ونجحت الإدارة في ضبط نحو 12 طن مسلي وزيد غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤول عن مخزن للصناعات الغذائية بالمنوفية وتمكنت الإدارة من ضبط أكسر من 11 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتمثل ضررا على الصروة الحيوانية بالشرقية والمنوفية وقنة وضبط أكسر من 16 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية بحوزة مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالجيزة كما تمكنت الإدارة من ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ببني سويف والمنوفية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها الإدارة تمكنت من ضبط عشرة أطنان أسميدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك مخزل لتجارة الأسميدة الزراعية ببني سويف قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتمكنت الإدارة من ضبط 92 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها خلال حملات أمنية شنتها بالمنوفية والإسكندرية والقاهرة تم تخزين هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط 15 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لتعبيئة المنظفات الصناعية بالمنوفية كما تمكنت الإدارة من ضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية نظمت وزارة الأوقاف رحلة نيلية لوفد من كبار علماء الهند المشاركين في الدورة التدريبية العلمية المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية تهدف الرحلة إلى طلع ضيوف القاهرة على النهضة الحضرية في الجمهورية الجديدة وتطوير والتحديث الذي يشهده كورنيش أنيل وممشى أهل مصر نتابع من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائل تغبق أمن السماء نزلت أم فجرت من علي الجنان جداولا تترقق تغنى فيه الشعراء والأدباء والمطربون وسبغوه على عنوين رواياتهم وكتبهم قالوا عنه النهر الخالد وشوريان الحياة وغيرهما من قديم الزمان احتضن العديد من الحضرات على جانبيه واليوم أعمال تطوير وتجديد تقام على شاطئيه بما يليق بتاريخه المجيد نهر النيل وجهة الأوقاف في رحلة النيلية لوفد كبار علماء دولة الهند في ختام دورتهم التدريبية إضافة إلى الجانب العلمي والمحاضرات التي يلتقون فيها بنخبة من كبار العلماء وكبار الإعلاميين والمثقفين هناك هذه الجولات الميدانية ليتعظفوا على الحياة المصرية عن قرب لنؤكد على أن الدين لا يصطدم بالحياة ولا بالواقع ولا بالأثار ولا بالحضرات بل الدين يبني الحضرات جاءت هذه الزيارة في توقيت هام لإرسال رسالة إلى من يهمه الأمر إلى أنه لن يجد أحد من الناس معركة بين الإسلام وبين حضارة من الحضرات وبين قارة من القرات وبين دولة من الدول إنما جاء الإسلام ليتكامل ويتسامح لا ليتصارع وزارة الأوقاف بعد أن كانت هناك الاستنارة فردية أصبحت إلى استنارة جماعية حول وزارة الأوقاف بفضل هذا الفكر والفهم العميق لهذا الدين حوله إلى حركة دؤوب تجوب العالم كله شرف النيل بمصر وشرفت مصر بالنيل وكل من يهبط على أرضها ترويه بماء نيلها جملة اختصرت وعبرت عن أقوال ومشاعر الوفد الهندي خلال الرحلة النيلية الدورة فتح جسرا جديدا بين الهند والمصر يعني جسر العلم حيث عقدت الفزارة المصرية دورة علمية وقد وفقت لنا للمشاركة في هذه الدورة العلمية نقطة الانتقال في هياتنا العلمية والعملية ما شاء الله دورات جذابة ورائعة ماطعة نافئة في علمنا زرنا عدة مقامات مقام الإمام الشافعي رضي الله عنه ونفيسة العلم السيدة نفيسة المصرية رضي الله عنها مصر ملتقى الجمالات فيها جمال الطبيعة وفيها جمال الحضارة وفيها جمال الثقافة وفيها تجتمع فيها كل الهضارات الكلمة فعل ومفعول أثر وتأثير هكذا أكد عدد من الإعلاميين المشاركين في دورة علماء الهند التدريبية على أهمية الارتقاء بالمستوى التثقفي والتعليمي في متعدد المجالات ما جعل أكاديمية الأوقاف الدولية تتحول إلى قبلة للدارسين والباحثين عن التطور مصر بتتبوأ القمة من جديد في هذا المجال في مجال الدعوة في مجال التعريب بصحيح الدين في مجالات تتعلق بنشر الإسلام وتعليمه بصورته السمحة إصال هذه الصورة بكل لغات العالم وجود هذه المجموعة العظيمة الكوكبة من رجالات الدين من الهند الشقيقة يأتون هنا في مصر ليرونا أولا ليشهدوا النهضة الثقافية والصناعية والحضارية والفكرية الحديثة التي تقوم في مصر خلال السبع أو ثمانية سنوات بين حكم الرئيس السيسي استحضار لمكانة مصر وأدوارها في كسب ثقة علماء الدول العربية والأجنبية وحديث عن ازدهار الدولة المصرية في العصور كافة وكيف تجد نهر النيل جزءا من هذا الازدهار والتاريخ خير شاهد ختام الرحلة النيلية لوفد علماء دولة الهند وليد هيكل التلفزيون المصري أخبار المال والأعمال لنشرة ثانية ظهرا لحضراتكم كل التحية قالت وكالة فيتش إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد وأشرت الوكالة إلى أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من عام 2022 مع استمرار رقبة المقردين الرسميين في دعمها بعد الموافقة على الدستور الجديد معاربة عن توقعها أن تتمكن تونس من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون الحاجة إلى الاتفاق مع النقابات العمالية لتوفير الدستور الجديد أساسا أقوى للتحرك التشريعي هذا وقد حذرت الوكالة الدولية من تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا في حال عدم توافر التمويلات اللازمة أكدت روسيا التزامها هي والسعودية بشدة بأهداف اتفاق أوبيك بلس للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية هذا واكتمع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق أوبيك بلس الذي يحدد حصص انتاج النفط في محاولة لتحقيق التوازن في الأسعار العالمية ارتفعت أسعار النفط العالمية عند مستوى مرتفع في المعاملات الأسيوية اليوم مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات مع تحاول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبيك بلس وانحدت مخاوف الركود من المكاسب هذا وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 38 سنة إلى 96 دولارا أو 80 سنة للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3% في حين استقرت العقود الأجلة لخام برينت تسليم شهر سبتمبر التي انقض أجلها اليوم عند 107 دولارات و14 سنة للبرميل كشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم إن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع بنحو 185% على أساس سنوي إلى 8 مليارات و200 مليون دولار في شهر يونيو الماضي وأشارت البيانات إلى أن ذلك يأتي مع ارتفاع الواردات بنسبة قاربت 40% مسجلة نحو 32 مليار دولار في حين زادت الصادرات بنسبة بلغت 18% إلى 23 مليارات و400 مليون دولار وتهدف تركيا بمجاب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي إلى التحول لتحقيق فائد في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة أفادت بيانات أن الاقتصاد الألماني أصابه ركود في ربع ثاني من العام إذ تدفع الحرب في أوكرانيا والجائحة واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة مضيفا أن ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل مواضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير دعت اليابان الشركات إلى رفع الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار بنحو 2% وهو مستوى التضخم المستهدف من بنك اليابان المركزي وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن هذه الدعوة تأتي كضرورة لاستكمال مصاري خروج الاقتصاد الياباني من مرحلة الانكماش وقالت الحكومة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الياباني والمالية العامة إن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يمنع البلاد من الانزلاق إلى ركود التضخمي وشدد تقرير الحكومي على الحاجة إلى التحول إلى نظام جديد يتميز بزيادات مستمرة ومستقرة في الأسعار بنحو 2% على أن يقابلها معدلات نمو للأجور وفي اليابان أيضا ارتفع الياباني اليوم متاجها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في أربعة أشهر مقابل الدولار وسط رهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من ذرواتها وتتوقع أسواق العقود الأجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذرواتها بحلول شهر ديسمبر المقبل وأن ينخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل وذلك لدعم طباط النمو وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع أسعار الفائدة دافعا كبيرا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 2.5% تقريبا مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر شهر مارس الماضي ختم الثانية إلى أبرز العنوين الرئيس السيسيا تقدم بتهنئ لشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد خمسة قتل على الأقل في قص صاروخي روسي على مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا شوفنا لحضراتكم في عملية إلى اللقاء اشتركوا في القناة